السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم حبابي ومتابعيني هبدأ معاكم في موضوع الحلقة اليوم عن تفسير بعض رموز الأحلام اللي بتدل على وفاة شخص في حياة الرأي ممكن يكون الشخص ده قريب منه أو بعيد وهي من رموز الأحلام التي لم يخطر على بالك أبداً إن هي تفسيرها هيكون وفاة شخص عزيز عليك قريب أو شخص بعيد عنك وطبعاً بتسبب ليك خوف وقلق وحيرة ولكن الأعمار بيد الله ولا يعلم الغيب إلا الله لكن قبل ما أبدأ موضوع الحلقة أحب أفكركم اللي محتاج تفسير أي حلم سيبولي في الكومنتات ويارد تدعموا القناة بلايك واشتراكوا وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وأرجع تاني لموضوع الحلقة عن تفسير بعض رموز الأحلام اللي بتدل على وفاة شخص بعيد أو قريب عنك أول رؤية هتكلم عليها هي رؤية خلع الثياب في المنام بمعنى لو رأى الزوج أو الزوجة أنه هو بيخلع الثياب في المنام فذلك بيدل على الفراق والفراق له أنواع متعددة منها الفراق بالصفر أو بالانفصال أو بالوفاة لقدر الله ولو رأت أن هي بتخلع هدومها أو ملابسها الداخلية وبيتحاول أن هي تلبسها ولم تستطع فذلك بيدل على الفراق بالموت والله الحافظ والمناجي وذلك لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وأيضا لو رأى الرجل المتزوج في منامه أنه بيخلع الثيابه وبيبحث عنه ولم يستطع الحصول عليه فذلك بيدل على فراق يا إما فراق بالموت أو بالانفصال عن زوجته والله الحافظ والمناجي وعموما خلع الثياب في المنام من الرؤى الغير محمودة واللي بتدل على فراق الرائي من أحد الأشخاص المحيطين به يا إما بعيد أو قريب منه والله أعلى وأعلى والتاني رؤية هتكلم عليها عن الرموز اللي بتدل على وفاة شخص محيط بيك بعيد أو قريب هي رؤية أي حاجة فيها نصف في المنام عموما رؤية النصف في المنام غير محمودة وبتدل على الفراق بمعنى لو لقيت فلوس عبارة عن ستة ونصف أو سبعة ونصف أو أي رقم ونصف أو خبز رغيف ونصف أو كم أكتر من رغيفة زي سبعة تمانية ونصف يعني بمعنى أن النصف في المنام بيدل على الفراق الفراق بالوفاء أو الفراق بالانفصال وتالت رؤية وهي من أكتر الرؤى المقلقة والمحزنة والغير محمودة في المنام عن رؤية شخص عزيز عليك هيتوفى قريب منك أو بعيد هي رؤية الأسنان في المنام وقوع الأسنان أو وقوع دروس في المنام من الرؤى الغير محمودة اللي بتدل على الفراق لكن لو بعدد معين زي درس واحد أو سنة واحدة أو اتنين مش أكتر لكن لو وقع أكتر من ذلك لم يكون فراق طب إزاي تعرف لو وقعت منك سنة أو درس إن الشخص اللي هيتوفى بعيد أو قريب منك ذلك بيدل لو الأسنان اللي وقعت منك من المهمة الموجودة في وشك اللي هي في الضواحق اللي هي ظهرة في أمام وجهك الظهرة للناس لو وقعت أي درس من هذه الدروس أو السنان الظهرة فذلك بيدل على وفاة شخص عزيز عليك وقريب منك ولكن لو الأسنان الداخلية الغير ظاهرة هي اللي وقعت بيدل على وفاة شخص بعيدة عن حياتك وبعيدة عنك بمعنى إن كل ما تكون السنة ظهرة في وشك ومن الضواحق ومن الأسنان أو الدروس اللي ظهرة في وشك للناس بيكون شخص مهم في حياتك وعزيز عليك لكن لو الأسنان الداخلية هي اللي وقعت زي درس العقل أو أي سنة أو درس في الداخل من الفم فذلك بيدل على شخص بعيدة عن حياتك هيتوفى والله أعلم بالأعمار والله أعلى وأعلم وطبعا كل التفسيرات دي أنت هتتفاجئ بيها لأن هي عمرها ما هتخطر على بالك إن يكون تفسير هذا الحلم أو وقوع أي درس أو سنة فيه فمك بيدل على فراق عزيز عليك لكن مش في بعض الأحيان بيدل على فقد شيء مدي في حياتك فقد شيء مهم في حياتك لكن فقد أو وفاة شخص عزيز عليك لو كان سنة واحدة أو سنتين والله أعلم بالأعمار والله أعلم بالغيب والله أعلى وأعلم يا رب أكون قدرت أفكه اللي محتاج تفسير أي حلم يسيبهلي في الكومنتات ولو عجبك الفيديو يارد تداموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وفي حفظ الله ورعايته والسلام عليك ورحمة الله وبركاته